السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا العزاز لكم عاملين انا يمكن غبت فترة كده وان شاء الله النهار ده راجع قدي معلومات مهمة جدا لازم الكل ان شاء الله يستمع للمعلومة واتمنى اتمنى يعني الكل يعني يزغي كويس ويمشي ورا معلومتي لان في بداية السنة الجديدة في كلام يعني انتشر على موضوع العربيات وغلاء العربيات يعني في ناس طلعت آلة ما تشتريش عربية هتنزل هترخص في التوكيد في المعارض في في لما ظهر بالفعل يمكن قلش دلوقتي قل لكن الغلاء ما قلش الغلاء لي طبعا لو قلنا او رجعنا مثلا خمستاشر سنة وراء افتكروا كده زمان كانت العربيات كانت عاملة اسعارها ازاي وكان كل ما فيه اي عربية بتنزل وبتبقى غالية في التوكيد عمرها ما نزلت ابدا ابدا لان شيء مستحيل يعني اما واحد يشتري مثلا عربية ايضا انتراب ربعمائة الف جنيه ويجي بعدها شهرين تلاتة دم التوكيد يجي واحد يشتريها بتلتمائة وخمسين الف جنيه يعني ابو ربعمائة الفين ده هيعمل ان شاء الله يعني انا هعمل تجربة شخصية انا لما اشتريت من غبور اه في فترة انتظار العربية عشان استلمها العربية غليت علي مرة تاني على فكرة في بداية السنة انا اشتري العربية اتين وعشرين يعني وانا شادي العربية غليت علي مرة تاني مرة دفعت الغلاء لان ما كنتش استلمت عربية انا كنت بس هحجز ومرة خلاص ما يعني الغلاء جي علي تاني غلاء لكن انا ما دفعتوش لاني انا كنت خلاص يعني هستلم عربية وكترة عربية نزلت لي وفي الميناء وفي الفحص وكده لكن لو احنا رجعنا كده للسنة اللي فاتت كترة يعني هم كتر خيرهم انا مش معاديهم لكن اهدوا ينصحوا الناس محدش اشتري عربية كلكم تنتظروا تمهلوا محدش محدش وكان في ناس كتير ايامة بتحط في الكومنتات امتى الغلاء ده او امتى الغلاء هينزل امتى العربيات هترخص وطبعا دي جملة سخيفة جدا امتى العربيات هترخص اخي العزيز ما فيش حاجة اسمها العربيات هترخص انت الايام دي في ايام روبا ايام ما يعلم بها بربما يعني حضرتك دلوقتي عشان تشتري عربية او فكرة تشتري عربية بادر ما تستناش مفيش حد يجي يقول لك اوعى تشتري العربيات هترخص لا يا حبيب قلبي ما فيش حاجة اسمها العربيات هترخص ليه اولا انت داكل في غلاء منتجات عالمية داكل في ايام ما يعلم بها لربنا يعني بمناسبة الدولار مسلا الدولار هيرتفع اتنين تريتا جنيه ليه عشان خاطر احنا في ايام حرب ايام البترول هيغلى ايام اه يعني الحكومة مش عايزة تعاوم الجنيل تاني مرة فهيعملوا حاجات تانية بحيس انه ما يعوموش الجنيل تاني مرة يعني انت لازم تكون بتفكر عشان تلحق تعمل حاجة قبل ما تعلم فوق عن طاقتك وعايز اقول لك حاجة اخي الكريم الغلاء اللي انت بتسمع عنه في التوكيلات دا ببقاش غلاء مثلا بالخمسين الف وبالستين الف زي المعارض ما بتعمل في الوفر برايس وكلام دا وبعدين كمان نصيحة مني ليك ما تشتريش من المعرض المعرض هيعني هيرفع عليك عشان العربية هتستيامها اول ما تدفع او اول ما تتعاقد لما التوكيلات بيديك يديك مهلة من تلتة شهر لستة شهر وممكن سنة كمان حسب نورة العربية وحسب الله وحسب البلد اللي بيجي منها انا فهمت من التوكيلات ان هم بيفضلوا قوم عن قوم يعني انت كافراد ما بتشتري عربية انت بالنسبة لهم انت جاي تشتري عربية واحدة بس لكن الشركات والمعارض بيشتروا بالمئة عربية وبتغصب اكتر من كده طبعا فطبعا بيفضلوا ابو مئة عربية بيفضلوا بيفضلوا ابو خمسين عربية ليه عشان خاطر دي كميات لازم تتوزع ما ينفعش يد واحد ما او يده معرض مثلا يكون طالب مئة عربية يبيعوا لأفراد عشر عربيات ويقول للمعرض كدت تسعين وهنجيب لك عشرة بعدين لا التعاقد مع المعارض بيكون فاولة وسابيع شوية لاني انا شفت ذلك لما اشتريت عربية من الغبور وبقيت اسأل ايه اللي بيحصل ليه التأخير ده هاته تلتشر على مستلامها بصراحة شهرين وسبعتاشر يوم فلما بقيت يعني اتعرفت انا تصادقت على اللي ببيعوا لهم اتعرفت عليهم وبقيت اسألهم في ايه الموضوع ما قالوا ليه في تأخير ايه اللي بيحصل عرفت يعني مع الخطوات ايه السبب اني انا يعني ملطوع التلتراشر خصوصا الكورولام مشاكل الطارق يعني حضرتك بتدفع المبلغ كله اه 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 مقدمة في مبلغ في جزء يعني بتخلص كله في تلات دفعات او في دفعتين ده يعتمد او ممكن لو انت بقى معك كله بتدفعه مرة واحدة وبتستنى ستة شهور مش في خلال الستة شهور لأ انت حضرتك بتستنى ستة شهور حضرتك بتستنىهم على ما تستنى من العربية الكورولا حظك بقى بيكون لو في واحد كان متعاقد معهم وعربيته وصلت ومسلا بيقول لك اه قال لهم انا مش عايز اكمل التعاقد وطبعا هنا بياخدوها بالاولويات مين ابدي مين طبعا في معلومة كده عايز اقول لك من التوكيل حظك لما بتشتنى العربية من التوكيل لما بتحجز يعني بيكتب في التعاقد ان انت اخترت لون كذا بيحط لك لونين اضافيين بيسألك عليهم يا فندم انت عايز اللون ايه حظك انت بتقول له مسلا انا عايز اللون الابيض بيجي يقول لك توحرك هل في دماغك لونين كمان احتياطي ليه عشان موقف زي ده لما يكون نصحك متعاقد معهم ويتوفر عربية بالفئة اللي حضرتك طالبها بس اللون مختلف بيتصل عليك يا استاذ فلان في عربية وجدت بالفئة اللي حضرتك طلبتها لكن اللون كذا واللون ده بيكون في اللي احتياط الانوان للي حضرتك طلبتهم مش لون كده من عندهم وطبعا ده حسب باعة راحتك هل انت موافع عليها او مش موافع عليها واخد بالك في اثناء التعاقد او خلالك السبت الشهور ده حسب لو انت دفعت وحجزت وخلصت ومضيت وكده الغيلة بيسراش عليك لو انت دفعت بس مقدم حجز الغيلة بيسرع عليك عشان محدش يقول لك لا ده انت غيلة دوت انت ما تدفعوش ده زي ما قلت لك لو دفعت المبلغ جامل وتعقدت وعملت عقد ما بتدفعش غيلة لكن لو دفعت مقدم حجز فقط لغير وانتظرت وتقول لهم لا انا هدفع كمان ترات الشهر كمان اربعة شهر الغيلة بيرسع عليك وحضرتك بالفاتورة بص على البنود اللي حضرتك بتشتريه يعني وانت بتشتريه بص على بنود الفاتورة مكتوب ايه في البنود عشان تبقى عارف برضو لانا ممكن تلاقي فيه بند ما يجبكش فما تحطش نفسك في موقف وتقول انا نضحك على ايه اه حاجة كمان اه يعني يعني بسبب الغيلة اللي احنا فيه حضرتك دلوقتي الحروب اللي ايه مديد من اوكرانيا وروسيا والدول المرعوبة من الحروب وقفت تصدير اي حاجة واستراد اي حاجة من ضمن الدول دي دول اوروبا والدول اسيا دول اسيا اللي معروفة اللي هي اليابان والصين وكوريا حضرتك احنا عارفين ان الصين دلوقتي على لهيب ساخن جدا بين اه تايوان لان اه الصين هي والاخرى عايزة تتقدم وتدرب تايوان وطبعا اليابان على هب الاستعداد في ذلك وطبعا اليابان دولة بتدي العالم كله عربيات ياباني حتى كمان الدول اللي واخد توكلات في تجميع العربيات زي الهند الهند دلوقتي على صفح ساخن مع باكستان طيب ايه تاني اقول لك كوريا مسلا الكوريتين كوريا الشمالية طبعا كنا عارفين نعمل كوكا وكله اللي هو المجنون كندا اه عايز يضرب اي عايز بس يعمل اي اي حرب بتقوم على امريكا عايز يضربه خلاص فطبعا الكوريتين دلوقتي على برضو صفح ساخن انا بتكلم ليه انا مش بتكلم لك حراك في الحرب انا بتكلم ليه الاستراد العربيات هيوقف معنى ذلك ان الغلق هيرتفع ده سبب ارتفاع الاسعار كزا دولة هتقفل الاستراد بسبب الاجواء والحروب اللي عمالها تقوم وتشتعل والناس مش عارفة هلها تقوم حربة عالمية ولا الدنيا هض شفت انت لازم تبادر في شراء اي عربية ما تستناش ما تستناش لان للوقت الغلق ده مش هيكون على مصر بس يعني محدش يقول ده احنا عندنا في مصر الغلق احنا معروفة ان احنا اغلى عربيات في العالم حتى لو هي عربية خشب لو هي عربية يعني عفوا زبالة تبقى من اغلى عربيات يعني احنا نعتبر اغلى ناس في الشراء العربيات مصر حتى لو فقير لانه بيدفع فيها مبلغ مهولي جدا ممكن يشتري بيه عربيتين في دولة اخرى بعد رجلوقتي ما تسمعش كلام اي حد وما احترامل اي صاحب قناة مين يكن آآ سواء فني عربيات سواء صاحب معارض سواء مين يكن بتسمعش كلام حد يقول لك استنى شهر او شهرين بدليل حضرتك السنة اللي فاتت ناس كدير اصحاب قنوات قالوا ما تشتريش واستنى اول السنة وشهر واحد والسنة الجديدة الدنيا هطر طبعا حاضرك شايفوا مستوعب قبل الحرب كمان ما تقوم الدنيا ولعت وطبعا برضو صمموا ان يقول لك شفت نزل طب انت بتتكلم في معرض طب بتتكلم في بورصة العربيات ما تتكلمش في المعرض بص على البورصة اللي عمالت سعلة هتلاقي حرك العربيات غالية هتلاقي مكتوب اه في الاخبار الاختصادية اه ارتفاع اسعار اتنين وعشرين سيارة من فئة كذا وكذا 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 بعدها بسبوع تسمع ارتفاع اسعار اه اتناشر سيارة من فئة كذا يعني ما فيش حاجة اسمها تنازل او ايه او او هبوط في اسعار في اسعار السيارة ده كله ارتفاع خصوصا طبعا الدهب الدهب هيرلع وده مش موضوع الدهب انا موضوع العربيات النهاردة خصوصا كمان ان الدولار هيرلع وطبعا كلنا عارفين اللي غلى العربيات في السابق هو الدولار واللي غلىها اكتر كمان هو المياه مين الكذا ومين الكذا والوقف والحال والدنيج ما بقى لك بقى لما يكون بقى مصانع مش وقفت مصانع مش عارفة تخرج عربيات للموزع يعني للدول الموزعة او التوكلات الدولية مفيش يبقى العربيات هترتفع طبعا وهتقدر ترتفع انا مش بتفاقل بالشر او او مثلا بحبت حد في الانا بوعيك ما تستناش لو معاك مبلغ كنت ناوي تتقدم تشتري عربية ما تستناش لللي بقى عايز عربية عشان غالها لللي عايز عربية شخصية لللي عايز لللي عايز والفيز برضو الله يرزقه آآ يعني فيه ناس اتكلمت بقى ليقول لك اللي عايزت فعفر برايز الله عالم فروسه حرام ولا حلال دي حاجة ما لا تعنيني الفيز روح يشتري من المعارض دي حاجة خاصة لكن انا بنصح اي حد اشتري من التوكيل انتظارك على آآ هبوط الاسعار برضو يخليك تنتظر في استلام العربية اولا هتقل عربية من التوكيل المميزات يعني هتكون العربية جاية لك طازة من الدولة على ايدك وده اللي حصل انا تبعت عربيتي من غبور وهي في ميناس كندرية وتبعتها وهي في مركز الفحص وتبعتها لغاية ما شفتها والله بعنايا لان التوكيل جنب بيتي اعتبر شفتها بعنايا وعربية التريلا محملة العربيات الهندي كلها وشفت العربية لانها كانت اللون الفريد اللي انا لغاية ما وصلت استلامتها وجيت عين بيتي العربية بجد يعني ما شاء الله ما شاء الله العربية طلع من المصنع علي اللهم بس قعدت شهرين تلاتة التنقل والكلام ده فحضرتك ما تستناش او تستمع لحد تابع بنفسك البورصة تابع بنفسك الاقتصاد بيقول ايه ما تستناش حد يقول لك الاسعار هترخص اشعرفه يعني اللي قال كده اشعرفه ان الاسعار هترخص هل هو مسلا تاجد في كده لا هو بس بيسأل اتنين تلاتة من التجار يقول له هو التجار اساسا ما لهمش اي لازمة الكلام كله والرق كله في واحد اللي بنزل العربيات مصر والتاني اللي بيد العربيات للي بنزلها في مصر يعني يعني من مندوب لمندوب رئيسي في مصر لكن الباقي كله دوت بمزاجه ببيع بدليل ان المعارض بتدي اسعار خيالية ومزاجها كل واحد بيرفعه برازم هو عايز يعني في واحد يرفع الكورولا مثلا اذا بثلتمائة وخمسين واحد ممكن يبيحها بتلتمائة وتمانين ومعرض تاني يبيحها بتلتمائة وخمسين لكن التوكيم ببيحها بسعر ثابت ما يدرش يعليه عشان كده استغل الفرصة وروح اشتري العربية اللي عايزها ما تستناش هبوط الاسعار لان ما فيش هبوط صيخ بالله ما فيش هبوط وزي ما قلت لحضرتك انا مش بتفاعل بالشرط انا بقول لك نصيحة لان اللي انا حصل معايا كالادي انا اشتريت عربية عفوا يعني انا مش بتعالى ان انا اشتريت عربية هي عربية عادية الحمد لله ربنا رضاني بها ولما اشتريت العربية دي كانت الفاء التالتة اشتريتها بتلتمية اه واحد وخمسين اتنين وخمسين الف عفوا انا لما تعاقدت دفعت خمسة هلاف جنيه مقدم كتعاقد بس كحجز بعديها بحوالي خمسة اشهر يوم او اتناشهر يوم فكت غبور تصت علي اللي هو الموظف هنا انا تعاقدت معا وقال لي يا فندم العربية غليات مطلق بسيط ممكن تيجيت تحضر بس هنا معنا وروحت بالفعل فسألته قال لي عربية غليات تلات تلات فبقول لي طبعا انا الحجزت قال لي يا فندم انت حجزت اه بس انت لسه يعني ما فيش عربية جات باسمك لسه فحالك هتضطر وتدفع التلات تلات لما سألت في حماية المستهلك والنازلي قالوا لي كلام مزبوط طول ما انت حاجز من غير ما في عربية انحجزت لك وجات لك باسمك بلون ورقام شاسية والكلام ده انت بتدفع الغلاء والغلاء بيبقى طفيف مش زي غلاء المعارض طبعا يعني دفعت تلات 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 جنيه زيادة بقيت العربية وقفت تلتمية خمسة وخمسين الف دي حاجة لما جات عربية وانا بجات بقى يعني انا بصراحة فرحت لما اتصع لها الموظف وقال لي ده ده بعديها بشهر بالزبط بعد التعاقد قال لي يا فندم في عربية انا كنت طالب جات لعربية لعون ازرق لهو اللي بتبيبسي ده قال ليه في عربية جات لك اه في عربية موجودة لعون ازرق وانا كنت كتبها في الاحتياط اللي مولت لك في السابق قلت له انا عايزها هو نصحني قال لي لو هتنتظر لكمان شهرين على معربيتك اللون اللي حضرك طلبته ييجي قال لي عالم بغلاء الاسعار قلت له لا انا عايزها لان كان الغلاء التاني كان تقريبا سبعة الاف جنيه يعني العربية للفئة الرأيات التالتة من تلتمية وخمسين لتلتمية خمسة وخمسين لتلتمية واحد وستين لغد وقت تقريبا ما عرفش يعني هي وسطة تلتمية وسبعين قول وسبعين بتاخدها كده من غير نمر يعني علىك فهمني عربية ممكن توقف عليك بتلتمية خمسة وتمانين الف لو انت رخص لان المرور بياخد واحد في المية على الزيرو من سعر العربية فهمت كده النقطة المهمة ما تستناش يعني انا غيلة العربية غليت في ايدي يعني عفوا يعني جات العربية باسمي غليت على ايدي يعني على على تعاقد دنا تعاقدته غليت تلات مرات لما خدت العربية وخلاص وقلت باي باي غبور خدوا فلوسكو الدونة عربية دي العربية غليت لغاية ما وصلت في المبلغ وقلت له والله عالم يعني الله عالم دلوقتي هي بقت كامل صراحة بقيتش تابع اسعار العربية بس كل اللي انا اسمعه ارتفاع 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 وطبعا حاجة بالمنطق يعني ازاي انا دلوقتي اشتري عربية تلتمية وخمسة وخمسة او ستين الف وييجي فلان يشتري عربية من غبور تلتمية وتلاتين او تلتمية واربعين ترجع ترجع يعني الاسعار تنزل ده هيبقى اخذ ظلم ظلم ابن لازينة يعني انا وغلي مش هنسكت طبعا هرفع ازاي بقى انتو حرمية بتسربونا بقى ولا مفيش عشان كده عمر الاسعار ما هتنزل لو حد يجيلي او اكبر مني سنا يعني انا مثلا عندي تسعة وتلاتين سنة او تمانية وتلاتين سنة لو حد بجيلي او اكبر مني يفتكل زمان العربية تلات اصحارها كام الالانتقال دي هي جايبة تلتمية اللي جابت الفئة الخمسة او الستة الخمسمائة الف او الربعمية وتمانين الف افتكله زمان كان اعلى فئة اتعاملها يعني كابة تبدأ من خمسة وتمانين الف لغاية مية وعشرة اللانسر كابة تبدأ من تسعين لغاية اثنين وتلاتين افتكلوا الاسعار دي لما عليت ايه اللي نزل بنعمل اشوف ديوقتي بكام اشوف الاسعار بدأت على لغاية ما وصلت كام يعني قريب هنسمع ان العربات الفئات السعرية دي والعربيات بالفئات دي زي الكورولا زي اللانسر زي السنترا زي الكيا سراتو هاجد دي تبدأ ان هييتها تسمع يوم الايام اسعارها جابر مصر مليون جنيه وده مش معنى ان العربية بتعلق قدرها لا طبعا ده معنى ان الدنيا هتتفع اكتر واكتر واكتر طبعا كبنسبة الاقتصاد بلد ونقوم سين الجنيه ما اشو لازمة او لازمة جي بقى لو الحكومة بقى زبطتنا وداتنا قيمة حياة تقدر ان احنا ندار نشتري واني عمل وتكلامنا ودي حاجة به ده عني شوية لسه ممكن نتكلم عليها بعدين لكن انا انصح كل واحد مقبل عشرة سيارة ما تستناش متسمعش كلام حد او تنتظر وتخش على الجوجل وتبحس اه غير الاسعار متى اه هبط لأ ما تستناش كلمة متى او كلمة هبط للاسعار دي انساها في حاجة تخص السيارات مفيش يعني مستحيل عربية تنزل تلاتين اربعين الف مرة واحدة مستحيل ولا الف جنيه اللي بيعلم ما بينزلش في سوق السيارات يعني انت برضو انا بول اللي بجي لي واجبر مني وممكن اصغر مني سناً شوية يفتكر الكلام ده شوف العربية من ساعة ما بدأت بقيت بكام وبرضو لو بصينا للقابل كده شو كان بكام شو دوقتي العربية وصلت ايه اللي نزل احنا لكن الموارد بتعلق اتمنى اكون فتك في المعلومة ديت اتمنى اكون نصحتك بالتجربة انا عملتها اتمنى اترى ازا ما قلت لك انا اشتريتها من التوكيل وعملت وعملت وغلية عليا يعني غلية وانا باشتريها كمان تمام اتمنى اكون فتك اتمنى اكون يعني بامانة وصلت رسالة واعتمنى الكل يعني هو اللي هتمد على نفسه ما تخشش على جوجل وطيب تبحث على امتى العربيات هتهبت اسعارها لان مش هيبقى فيك الكلار بكون فتك ان شاء الله بمعلومة وفيدة اشوفكم على خير سلام